فأوضاع ملايين اللاجئين الفلسطينيين قد تدهورت والمصدمات المسلحة في المعسكرات هما اثنين من التطورات الضعبة والتصعيد في غزة قد تجدد والحجب يمنع أي فرص من النمو الاقتصادية والعودة للطبيعة وليس هناك من دعم كافي 180 ألف من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن هربوا من سوريا ومن غزة يعيشون في فقر متقع وكذلك أصحاب السعادة لما يقرب من 75 ألف عام فقد تمركز دراسة واحد وحماية اجتماعية واحد موجود ونحن ندعو لتوفير الغذاء والمساعدات وإعادة تأهيل المآوي من الأضرار التي لاحقت بها ومع الأسف الوكالة قد لا تكون قادرة على استكمال لعب دورها بنفس الطريقة لوقت أطول فقد استمعتم أكثر من مرة عن وضعنا المالي وأحيانا ما يبدو مثل سجل محطم والواقع أن الأزمة تتعمق سنة بعد سنة بينما تزداد احتياجات اللاجئين والفجوة بين المصادر والطلب الخدمات الآن يتسع ولا يمكن احتواء من المحاولات المالية العالمية والوضع الراهن الذي نراه اليوم قد أصبح تهديد الوجدانية الرئيسي لنا وإذا لم يتغير شيء الوكالة ستصل إلى نقطة لا عدوة الحقوق الأساسية مثل حقوق الرعية الصحية والتعليم تعرض للخطر وأنا أعرف أن لا أحد في هذه الغرفة يرغب في حرمان مئات الآلاف من الأطفال من التعليم ومن الرعاية الصحية فهذا شيء لا ينبغي أن نسمح به أن يحدث واللاجئون الفلسطينيون قد أحبطوا عدة مرات والكرامة التي ما زالت باقية لا يمكن أن يتم التفاوض عليها وأن يتم التنازل عنها أصحاب السعادة المصار البديل الذي يضع اللاجئين الفلسطينيين في قلب نقاش جديد عن حقوقهم وكيفية حمايتهم هذا هو النقاش اليوم الذي ينبغي أن يرتقي من نقاش اقتصادي لنقاش سياسي نقاش تطرق لكرامة الفلسطينيين وصحتهم واستقرار المنطقة ومهمة تحقيق السلام جامعة الدول العربية وأعضائها يرون اللاجئين كشركاء رئيسيين وتسمح لنا باستكمال جهودنا في جمع التمويل وضمان من أن التضامن العالمي نحو الفلسطينيين يبقى قويا وقد قمنا بذلك لخمسة وسبعين عاما من خلال جامعة الدول العربية فليس هناك من حالي فأفضل ونحن نعي الجهود الجديدة لإعادة إحياء هذه المهمة في المنطقة وأن أرحب بهذه المبادرة مبادرة إحلال السلام وأنا أعتقد أن الحل الأمثل لهذا الصراع هو هذه الطريقة والنتيجة ستكون حل عادل ومستدام للاجئين الفلسطينيين وأنا أتطلع لمناقشة هذا بتعمق مع الشركاء في المنطقة أصحاب السعادة المساعدة والدعم الفوري ضروري في هذه المرحلة الآن أكثر من الآن نحتاج إلى ما يتجاوز سبعمائة وخمسة و سبعين مليون دولار لإعادة الظروف المعيشية جيدة لنصف القاتلين في غزة اللاجئون الفلسطينيون يرغبون في أن تقوم دول عربية بتزويدهم بما يتجاوز التمويل المالي ويحتاجون إلى الفرص التعليمية والوصول إلى السوق العمل العالمية حتى في مدينتهم غزة ويرغبون في أن يتجاوزوا المعاناة اليومية وأن يكون لهم مستقبل أكثر رخاء ويرغبون في أن يكونوا في مقدمة تحول من الوضع الراهن الجاري إلى اتجاه جديد اتجاه حيث يكون به اللاجئين الفلسطينيين لديهم سبب ملموس لكي يطمحوا لحل طويل الأجل وأنا أحثكم أن تعيدوا مسألة اللاجئين الفلسطينيين إلى رأس أجندتكم وهذه الطريقة الوحيدة التي سنتمكن بها أن نحظى بشرق أوسط به رخاء واستدامة للسلم أشكركم